في موسكو كان فيه مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شوكري ونظيره روسي سرجي لافروف هذا المؤتمر كان بعد جلسة مباحثات ما بين الوزيرين واللي تترقت لأكتر من ملفه مهم زي الصراع الدولي وتأثيره على الدول النامية العلاقات الصنائية بين مصر وروسيا القضايا الإقليمية اللي بتهم البلدين الوزير سامح شوكري اتكلم في المؤتمر الصحفي عن أهمية التواصل المستمر ما بين كل الأطراف لحل الأزمات والاضطرابات في الصحة الدولية واللي أثرت على الدول النامية ومنها مصر وقال أن مباحثاته مع وزير الخارجية روسي والاتصالات المستمرة ما بين المسؤولين على كل المستويات هتساعد على توحيد الرؤى ودعم العلاقات الصنائية بين مصر وروسيا أكد كمان وزير الخارجية روسي سرجي لافروف أن المباحثات بينه وبين الوزير سامح شوكري تناولت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لافروف أكد وقال أن الاتصالات مع مصر مستمرة في كل المجالات وقال أنه هيكون فيه احتفال بالذكرى الثمانين لهذه العلاقات ما بين القاهرة وموسكو وقال أنه حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا هيوصل لستة مليار دولار في آخر السنة الحالية مبحثات الوزيرين النهاردة تناولت مجموعة من الملفات الإقليمية على رأسها الملف الفلسطيني وكان فيه اتفاق ما بين الوزيرين على ضرورة استئناف المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال المؤتمر الصحفي كان فيه تأكيد كمان من الجانبين على قوة ومتانة العلاقات اللي بتجمعهم وده العبر عنه وزير الخارجية الروسي بصراحة لما قال أنه مصر هي صديقنا العزيز شاركنا الموصوق به ليس فقط فيه الشرق الأوسط ولكن أيضا في الشؤون الدولية بشكل عام طيب إذا كان فيه حد مننا كده شايل أقصات هم أقصات الشقة أو العربية أو أقصات أي حاجة فلازم يعرف أنه زي وزي تاني أغنى راجل في العالم اللي برضو الشاي الهم الأقصات بتاعته بس مع فرق بسيط وهو أنه الأقصات بتاعت المليونير ده عبارة عن فواية دين ب12 مليار و50 مليون دولار هذا المبلغ الضخم ده دين على الملياردير ألن ماسك استلفهم من البنوك عشان يكمل قيمة صفقة شراء تويتر اللي كانت لو تفتكروا ب44 مليار دولار الراجل كان معاه حاجة و30 مليار دولار السلف الباقي عشان يشتري تويتر ما فيهاش حاجة الراجل مزنوق في تويتر يعني لكن المشكلة أنه البنوك اللي سلفت ماسك كانت عايزة تبيع أكتر من نص الدين لبعض المستثمرين ما هو ده برضو نعمل الاستثمار لكن ما حصلش البيع ده والدنيا وقفت من أربع تيام بس الديانة راحوا وقفوا على باب شركة تويتر وقالوا لماسك هات الفلوس اللي عليك كانوا عايزين ياخدوا أول قصة من فوايد الدين في معاده اللي هو يوم 27 يناير طبعا في الآخر قالوا لماسك دفع القصة لكن تصريحاته عن الوضع المالي شركة تويتر بتقول أنه ممكن يواجه مشاكل في اللقصات الجاية لأنه من حوالي شهر قال أنه كل السيولة المتوفرة في ميزانية شركة تويتر مليار دولار بس ده غير أنه لمح بشكل عالني عن أنه شركة تويتر ممكن تعلن إفلاسها لأن إرادات تويتر في المازل والسبب أنه في مجموعة من المعلين الكبار سحبوا إعلاناتهم من تويتر أول معا إيلون ماسك راح اشتريه فهل إيلون ماسك بيدفع تمن مواقفه السياسية المختلفة؟ هل إيلون ماسك بيدفع مواقفه السياسية المختلفة عن إدارة تويتر الأديمة؟ كمان هي مختلفة بواجهة عام ومختلفة عن إدارة تويتر الأديمة ده اللي واضح لغاية دلوقتي لأنه ماسك المتعاطف مع الجمهوريين واللي رفع الحظر عن حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ماشي في الطريق العكسي للديمقراطيين اللي في منهم أصحاب شركات ومؤسسات اقتصادية كبيرة كانوا بيمولوا تويتر عن طريق الإعلانات فهل تلميح إيلون ماسك عن إعلان إفلاس تويتر هو اعتراف ضمني منه بأنه اشترى الترماي؟ هل إيلون ماسك اشترى الترماي؟ ولا هذا الملياردير اللي قدر يكون سروته الضخمة في سنين قليلة عنده حل للمشاكله المالية اللي بتكلفه أقصات فوائد دين بالمليارات من غير ما يكسب فيه المقابل أي حاجة من تويتر ده غير قعدته بقليل النهار على صفحته الخاصة على تويتر عشان يكتب تويتات ويعلق على الأحداث هنشوف لأن الشهور الجاية هتحدد مصير تويتر في عصر إيلون ماسك